استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 20-24-20-30 وإنجازات لجان الطعن الضريبي وغيرها من الملفات المهمة الأخرى جاء ذلك خلال لقائه مع وزير المالية الدكتور محمد معيد الذي أوضح أن الوثيقة تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية فضلا عن زيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبية